موسيقى مرحبا بكم في حلقة جدا من نايدا فوليوود ومن خلاله سنتعرف على حيات العديد من المغاربة الناشين في أمريكا والضيفة اللي اليوم جاءت من مراكش الأمريكان تتقلب على الحلم الأمريكي قبل ما تعيشوا وتصبح أشهر عارضة أزياء مغربية في وليوود إنها رانيا منشقرة موسيقى رانيا مرحبا بك معنا في 360 أول سؤال كيفاش دخلت العالم الأزياء دخلت العالم أزياء في مغرب في مراكش كنت في سوبر ماركش مع ماما وكانوا دائرين واحد للكاستنج جال الإيليت وكانوا يجبوني أن أشاركي في المسابقة وقلت على شلاله وشاركت في المسابقة وربحت لقد ترى أن تدخل في العالم الأمريكي كنت في مرحلة أمريكية تقلبي على الحلم الأمريكي كيف كنت في رحلة من مراكش إلى هوليوود؟ كانت رحلة صعبة كيف أي رحلة وكانت زعمها من مراكش إلى هوليوود وكانت مرحلة أمريكية وكان خصني ندير رجيم كان خصني لقاءة أجانس بسك هنا في أمريكي ولا أبو تخص كنتك أجانس حتى لا كانت لديك تتويل لي من أخرى كاتيغورية جالي مانكان ما تتبقاش مانكان في الفاشن تتويل لي إنستاغرام مورل كان خصني لقاءة أجانس التي تقبلني وندير رجيم ونبدل ريتم ديال ماذي كان خصني جيد ولكن الحمد لله بلجي دور المتابرة وصلت لهذا كشي اللي بريد كيف عش بحثي عارضة أزياء مغربية معروفة فترة قصيرة في لسانجلس حيث سنت معاة أجانس ديالي نيكست اللي عندها فروع في جميع البولدان الكبيرة في العالم لندر، نيويورك، باري، لوسانجلس معروفة على الأجانس جالي نيكست إنها كتمتل أكبر عارضة الأزياء في العالم وهي الأجانس اللي صعيب تسنيك تصعيب تتخلي معهم دونك هادشي اللي جعلني نخدم بزاف وكانوا هومات يقلبوا على بنت بحالي بحلقة جمال عربي هنا ما كينينش لبنات عربيات اللي ختمين في هاد الميدان كانش دي عربيات سوف تدير جمال مغربي طبيعي هادشي اللي ميزني على باقي البنات و جعلني نوصل ندير بزاف جالي كمباني دغير تم اختيارك من طرف النجمة العالمياني كوريتشي باش كوني معاها في الحملة الإعلانية اللي داس في أمريكان كاملة كيفاش كنسر الفورصة اللي ممكناش تجيل أي واحد كان هاد الفورصة زوينا حيث و أنا و صغيرة كنس كنتفرج في نيكول غيتشي في تلفازة مع باريس هيلتون دونك باش ننخدم معها باش نكون معها في نفس الصغيرة كان يعني عنات شي حاجة لي هاد الحلم حلم اكيد حلم كانت متوضعة بزاف وخا هي بنت الفنان الكبير نيونيل غيتشي و كانت بخوفي سونيل بزاف وكان ما كانش معاها تش مشكل لك دازت الإكسبريانس مزيانة و جاتني هاد الفورصة حيث نيكول غيتشي كانت كتقلب على ثلاثة جيل لبنات من أجناس مختلفة و لوك مختلف و أنا أخداوني باش نكون لوك العربي اكزوتيك و كانت تجربة زوينا بزاف حيث حلات اللي بزاف جيل أبواب شلو الصعوبات إذا تواجهك عارضة أزياء مغربية هنا في العلم الأزياء الأمريكي و كانين الصعوبات حل دبار رمضان يا الله سهلا و خدمت بزاف رمضان أنا تتفق صباح بكري تمشي تخدم و أنت أسايم تيشوفوك عيانة ما تيفهموش علاش هم باكي أكلون أنتي ما كتتأكليش كيشربوه ما كتتشربيش كيبقاوا إيتوني تيبقات يقولوا واه شنو أيدا و كنت نفسر لهم و يقولك واش أنتي كتصومي الشهر كامل وتحاودي تفسر لهم هذا صعيب بزاف صعيب وتتفق صباح بكري وتمشي تخدم تتخجر و هنا ما عندهم مش هديك الفكرة جيلت رمضان ماشي سوقهم تخسك تجي و تدير خدمتك ما يهمو مش نوش نتا سايم هدي جونباق من طرف آخر ديانة جيلنا و التقوص جيلنا متسمحوش ننجير بلسف جيل حويش تنو اللي واحد شوية ليميتيف الاختيارات جيلنا ولكن دابا ولا الإسلام و المسلمين ولا عندهم تهمة بلاستهم في أمريكا لأنه ولا كيديروا اللي كوفيرتش غير المجللات أمريكانية ولا بسين الحجاب دونك هدي خطوة زوينة في عالم الموضة بالنسبة لنا انتنا رجع للمغرب قريبا من أجل عمل جمعوي شنو غدي تديري بالضبط؟ احنا فريق دابا خدامي لواحد أكاديمية اللي بنا نحلو في المغرب ان شاء الله غنجلوا الافتتاح جيلها في سبتمبر هاد الأكاديمية الأساس ديالها هو بغينا نجيبو دراري صغار من لكلاس اللولة للقاس اللولة غادي يكون من سبع سنين تمس سنين بغينا نعطيوهم الإمكانية باش يقروا و باش يتعلموا الرياضة دونك في القرايا بغينا الأساس ديال اللغة تكون هي انجليزية و بغينا نعلموهم الكورة دونك باش يكون عندهم أنا كيدي بغي بين القرايا و باش يتعلموا الرياضية باش يتقبلوا هاد الدراري صغار في هاد الأكاديمي غادي يدوزوا لهم واحد لتست لتست في الكورة و لعب الكورة و خام عمرهم ما لعب الكورة في حياتهم يقدروا يجيوا و لعب الكورة احنا غادي نشوف و غادي يكونوا دي سبيسياليست دي بروفيسونيل في هاد الميدان اللي غادي يشوف و غادي يقولوا هاد البنيارة عندها موهبة هاد الوليد مياسور أكيد ما غاديش يدوزوا في انجليزية لأنه سبع سنين و تمس سنين ما غاديش يكون عندهم أي فكرة على انجليزية ولكن غادي يدوزوا في دوت خماتيخ و ان شاء الله مرا هاد الوتاست احنا غادي نشوفوا هادو كليغيز جلطة و من بعد غادي نختاروا ثلاثين بنت و ثلاثين داري احنا عنا موهيم بزاف يكون هادا كالثلاثين كيف العدد البنات كيف العدد جيل تراري ماذا نصيح هذه الليبنات اللي في المغرب اللي بغينتهم يدخلوا و ينشحوا في عالم العزياء في حال كنا في امريكان ناصحتي هو انه تش حاجة ما صعبة و تش حاجة ما غير ممكنة و الى درتي المجهود ديالك و خدمتي بس كل امريكان هنه يرى هالخدمة و الجهد و الصح مكنش تفليا و لا بغيت يتوصل ما يغرركم ش هادو كل اللي داكش اللي كتشوفوا في انستاغرام هاداك شغر هالكدوب و الناس كيبيعوا لكم حلم و الحقيقة هي الخدمة و الحقيقة هي تقلبوا على يوناجانس اللي تخسنيكم و اللي تمثلكم و اللي تحميكم و تحمي اللي ماجد يالكم و و سوف يكون كل شي ممكن في امريكان اي حاجة بغيتها ممكن توصل لها رانيا شكرا على هذه المعلومات كلها و نتمنى لك المزيد من النجاح و التألق في عالم العزياء هنا في هوليوود مشاهدين شكرا لزبعكم من هذه الحلقة و انا اعطاكم موعد جديد اسبوع جاي مع ضيف جديد الى اللقاء موسيقى